السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوهات الألعاب التي نقدم وارحبا بكم المحبي وعشيق لعبة ثانية أسطورية كما أخبرتكم أصدقائي في الفيديو السابق أو في فيديوهات سابقة كنا قد تحدثنا عن تحديث قادم للعبة ثانية أسطورية وتحدثنا كذلك عن فعالية تاغية قادمة اليوم أو لنقل أثناء تسجيل هذا الفيديو تم تأكيد الأمر خبر في سيرفر اللعبة في ديسكورد يخبرنا على أن هناك فعاليات تاغية قادمة وكذلك ببعض التفاصيل عن هذه الفعاليات هذه الفعاليات التاغية صديقي سوف تكون فيها تنالي جديدة وكذلك سوف تكون فيها تنالي معادة كل هذا سوف نشاهده في هذه الحلقة وسوف نتابع هذه لنقل التفاصيل وكذلك لنقل معرفة الموعد الدقيق وبالتحديث لنقل متى تبدأ هذه الفعاليات التاغية ولكن الآن صديقي قبل المرور إلى الموعد الفعلي لنقل الفعاليات التاغية ومتى سوف تبدأ هناك صراحة أمر مهم جدا يلفت انتباهي إلى اللعبة ما هو هذا الأمر للأسف الأخبار تصل إلى سيرفر ديسكورد أو لنقل إلى الفيسبوك أو انستجرام للأسف تصل هذه الأخبار قبل أن تصل إلى اللعبة نفسها هنا مثلا لو دخلنا إلى الأخبار سوف تجد أن الأخبار هنا لا تظهر إلا بشكل لنقل متأخر وهذا لا يعجبني على الإطلاق أتمنى ليتم تحديث هذا الأمر وتكون الأخبار تصل إلى هنا لنقل على الأقل في نفس الوقت الذي تصل فيه الأخبار إلى مكان آخر شيء آخر مهم جدا صديقي بما أنه هنا نتحدث عن الفعالية الطاغية وهنا نتحدث عن تناليد طاغية سواء شديدة أو سواء تناليد لنقل معادة هناك أمر مهم جدا اللعبة لعبة الثانية أسطورية بطبيعة الحال وبدون أدنى شك سوف تخضع إلى تحديث هذا التحديث سوف يغير شاشة البداية وكذلك هذا التحديث صديقي سوف يجلب معه لنقل أشياء أخرى إلى لعبة الثانية أسطورية هذا التحديث بالضبط لنقل لا بد أن يكون كل اللاعبين على قدر ما يستطيعون أن يكونوا قد ربطوا حساباتهم أو لعبتهم بحساباتهم طبعا في كل مرة أذكر بهذا ولن أمل من التكرار هذا الأمر لأنه مهم جدا لأنه لا يمكن أن تقوم ببدل مجهود كبير في الفعالية السماوية وكذلك لنقل الفعالية القديمة وغيرها وتجمع هذه التنالية وفجأة عند أي تحديث تفقد هذا التقدم لهذا صديقي اذهب هذه العجلة الموجودة هنا ثم اذهب إلى الاتصال من شبكة اجتماعية وتأكد من أن حسابك مربوط جيدا هنا حتى إذا قمت بتحديث اللعبة لا تفقد تقدمك هذا أمر مهم جدا لا تستهوي به الآن ما هي لنقل الفعالية الطاغية القادمة أو موعدها بالتحديث تابع معي صديق في سرفر اللعبة في ديسكورد هذا هو الخبر الذي ظهر طبعا ظهرت لتسجيل هذا الفيديو في اليوم الذي ماضى كما تشاهدونه هنا طبعا الخبر ظهر لنقل مجمل الأخبار أو لنقل الفعالية التي سوف تكون طول شهر أربعة أو لنقل بين الشهر أربعة وشهر ثلاثة طيب هنا لدينا ابتداء من ثمانية عشر لنقل إلى لنقل طبعا هنا لدينا مجموعة من الفعالية كما تشاهدونه كذلك لدينا حملة لنقل خريطة حملة الأختم كما تشاهدونه في هذا لنقل التهديد أو لنقل في هذا التاريخ كذلك لدينا جنون الحلية المسحورة كذلك جنون إفاق الدهب إفاق الأحجار الكريمة كما تشاهدونه بعد قليل سوف أريكم النسخة الإنجليزية حتى تكون التواريخ لنقل مضبوطة كما نقول مضبوطة كذلك يوجد لدينا فعالية جنون الكعك من 22 إلى 29 شهر ثلاثة مارس جنون الكعك كذلك يوجد لدينا سأصدقائي لنقل فعالية التزاوج سوف يكون فيها كرونو أودي كما تشاهدونه والدها أم كرونو أودي وكذلك دراجون المتواجدونه إذن لدينا هنا فعالية حرب التفقس كما تشاهدونه كما تشاهدونه فيها تل الأسبوع واتل كرونو أودي كما تشاهدونه عموما هذا كله لا يهمون ما يهمونه هو موعد الفعاليات الطاغية كما تشاهدونه زيزانة بلاقع وفي هذه التنالي الواحد متاح كاتليزاج زيزانة وآخر متاح من أجل الشراء كذلك فعالية أوتو فرصة ذهبية تلين أسبوع آخر كما تشاهدون كذلك لنقول لدينا حصار العشيرة فعالية العشيرة سوف تبدأ كذلك غير من هذه الأمور ونذهب مباشرة صديقي إلى الفعاليات الطاغية هنا صديقي الفعاليات الطاغية سوف تبدأ في هذا الوقت بالتحديد كما تشاهدون هذا هو بدء الفعاليات الطاغية كما تشاهدون لاحظ هذه الفعاليات الطاغية صديقي إذا بداية من 29 مارس كما تشاهدون 29 شهر ثلاثة وانتهاء بخمسة أفريل أو شهر أربعة من 29 مارس إلى شهر أربعة سوف يكون لدينا فعاليات الشبكة ولنقول الفعاليات التي تشاهدون هذه الموجودة هنا كذلك يوجد لنا فعاليات أخرى طبعا الثانية التاغية التي تشاهدها البعض منها سوف يكون معاد ليس معاد صديقنا في القناة لا معاد يعني مكرر بعض منها سوف يكون معاد والبعض منها سوف يكون تلي جديد لنقول تاغية وبطبع الحالة التاغية المعادة يمكن الحصول عليه والتاغية التاغية لنقول الجديدة طبعا التفاصيل لم تظهر بالتحديد ولا كيف سوف تكون سوف تظهر ذلك تباعا لكن ما يهمون الآن هو موعد بدء الفعاليات البعض الفعاليات سوف تبدأ بالتحديد صديقي يوم 29 مارس كما تشاهدون حوالي بعد عشرة أيام لنقول من الآن أو لنقول عشرة أيام تقريبا من الآن أو 12 يوما تقريبا 11 يوما المهم أنها سوف تبدأ بعد نهاية الفعالية السماوية بشكل شبه مباشر يعني أسبوع فارق أو بعد الأيام فرق ثم سوف تبدأ 29 مارس سوف تبدأ هذه الفعالية التاغية كما تشاهدون إذا عدنا إلى الترجمة هنا سوف تقول لنا أنه 29 مارس شبكة التاغية مع تلين ليتو اللحاء كما تشاهدون كذلك سوف يكون هنا لدينا المذبح التاغي مع تلين فينون فينيسيا تلين سيليسوم الأخضر تلين فانتوم بيليسيوس وكذلك تلين ليجينروم هذا التلين هو أعتقد تلين معاد موجود لدى بعض الأصدقاء هذا التلين بالضبط الموجود هنا كما تشاهدون كذلك يوجد لدينا مجموعة تفقس وهذه المرة نحن متأكدون من أن التلين التاغي الجائزة الكبرى سوف يكون متاحا كتفقس وهذا التلين سوف يكون متاحا تلاحظ مجموعة تاغية المجموعة التاغية سوف تكون متاحة من 29 لنقل مارس إلى 2 مايو أي أن الفعالية سوف تصمر شهرا كاملا كما تشاهدون إذن الفعالية موعد بدئها هو 29 مارس وموعد انتهاءها هو 2 شهر 5 يعني سوف تصمر شهرا كاملا وغالما غالما صديقي الفعالية سوف تكون عبارة عن فعالية لنقل شبكة وفعالية عدى هذا لنقل ما تعودنا والتلين الجائزة الكبرى في هذه الفعالية التاغية سوف تكون عبارة عن تلين جمع كما تشاهدون لابد من القيام بجمع مجموعة من التلين الجديدة كما تشاهدون تلين في نون في ليا هذا الموجود هنا وكذلك هذا التنين موجود هنا وهذا التنين حتى تستطيع لنقل القيام بفقس التنين الجائزة الكبرى الآن ما هي أشكال هذه التنين ما هي عناصرها وهل سوف يكون لنقل فعالية طاغية نبات أو فراء أو نبات أو عنصر آخر هذا ما لا أعلمه الآن ما نعلمه بالتحديد هو موعد البدء الفعاليات والفعاليات الأساسية التي سوف تكون فيها تأكد أنه أو خلاصة الفيديو تأكد أنه الفعالية الطاغية سوف تبدأ من لنقل 29 مارس كما تشاهدون وسوف تستمر حتى 2 مايو أي طيلة شهر 4 سوف تكون الفعالية الطاغية كذلك التنين الجائزة الكبرى سوف يكون عبارة عن تنين جمع وليس لنقل متاحة في الشبكة وشيء من هذا القبيل أنه سبق ولعبنا على تنين أغنس فايبر وكان متاحا على طريق فعالية الشبكة لكن هنا سوف يكون التنين الجائزة الكبرى سوف يكون عبارة عن تنين جمع كذلك سوف تتواجد لدينا الفعالية الأساسية على حسب ما نشاهدون هي فعالية الشبكة وكذلك فعالية لنقول المذبح ألا ربما حتى فعالية العداء سوف تكون لا شيء مؤكد حتى نرى ذلك لنقول في التفاصيل القادمة هذا ما رشح عن اللعبة أو هذه الأخبار طبعا كل هذه الفعاليات هنا لا تهمون تهمون فقط الفعاليات الطاغية وما سوف تبدأ في بداية الفعالية صديقي سوف نعمل على شرحها من البداية إلى حتى النهاية بالنسبة لأصدقاء الجدد المنضمين إلى لعبة تهين أسطوريا ومنضمين إلى القناة أخبركم أصدقائي على أن هذه الفعاليات سوف نتابعها من البداية حتى النهاية سوف نشرحها من البداية حتى النهاية بطبيعة الحال إن أبد الله في أعمارنا كذلك أصدقائي الفعاليات لا تعتقدون أنها صعبة جدا ولمستحيلة إنما الفعاليات يمكن لكم منها الخروج على الأقل من تليل تاغي واحد وهذا هو المطلوب يعني من البداية حدد الهدف الذي تلعب من أجله حدد لنقول الهدف الذي تريد الحصول عليه أهو تليل تاغي واحد هذا يكفي إذا سوف تستطيع الحصول عليه بإذن الله هذا بالنسبة لموعد الفعاليات التاغية أصدقائي من الآن نستعد لها سواء الأصدقاء الذين يلعبون في الزلزانة الساحقة وانتهوا من الزلزانة الساحقة حاولوا جمع عمولات الزلزانة الساحقة لأنكم سوف تحتاجونها في الفعاليات التاغية لأن الفعاليات التاغية لربما تكون فيها تذكر تاغية في الزلزانة الساحقة وبالتالي أن تستطيعوا الحصول على عمولات الزنزان الساحقة فاجمعوها من الآن هذا هو موعد فعالية أصدقائي نستعد لها جميعا أتمنى التوفيق للجميع شكرا جزيلا لك على مشاهدة هذا الفيديو وفقط متى ما ظهرت لنقل معلومات جديدة حول الفعالية الطاغية ومتى موعد لنقل لنقل موعد ظهور التنين بالتدريج وكذلك صور هذه التنين سوف نعمل على نشرها في القناة نتمنى التوفيق للجميع